ابني عصبي فوضوي عنيد ومش بيسمع الكلام وبيتجاهل اوامري وعنده فرط حركة شكاوة كتيرة جدا من الامهات والاباء اللي بيعانوا مع الطفل العصبي ازاي بيتعاملوا معاه وهل الحل بيكون في شغل يعني ان انا اشغل وقته اكتر مع المضايل او ان انا اتعامل مع المشكلات دي اللي بيسببها في المدرسة او الحضانة ازاي سألة كتيرة جدا هنحاول ان احنا نجاوب عليها نص توضحة من دكتورة مشرفانة ومنورانة دكتورة صفاء حمودة استاذ الطب النفسي بجمعة الازهر دكتورة صباح الخير عليك صباح النور على حضرتك استاذ المشاهدين دينا قالت حاجات كتيرة جدا ابن عصبي وفوضوي مش بيسمع الكلام بيتجاهل الاوامر وهل ده ليه علاقة بفرط الحركة ولا لا عايزين نتعرف من حضرتك هل في يعني عايزين نفك التشابك ما بين هذه المصطلحات طيب احنا بداية علشان نبقى عارفين ان الطفل عنيد في مرحلة عند طبيعية بتبقى عن سن 3 سنين كده انه ابتدى عايز يبيستقل عن الام زي ابتدى يمشي وبعد عنها هو كمان عايز يبقى ليه رأي وينفصل ومن حق انه يقول لأ زي ما هي طول الوقت بتقوله لأ ومن حق انه هو يتكلم فده عادي طول ما احنا بنعرف ننظامه ونسيطر عليه المشكلة هتبقى بقى في الاطفال اللي عنده عصبيتهم زيادة عن اللزوم طول الوقت ومن غير مبررات فاسبابها بقى حاجات كتير ممكن البيئة نفسها والأسرة نفسها ان الام عصبية وعندية او الاب عصبي وعندي والطفل بيقلد اللي هو احنا بنربي بالنمزجة فهو بيقلد النمزج اللي هو شايفه وهو بيحب بابا او بيحب ماما فهو هيبقى زيهم او بيلاقي ان الخناء بتتحل بالعصبية فهو هيستعمل السلوك ده لانه بيحل الخناءات وده ناجح جدا في كل مرة هما بيتخنقوا فيها او يكون جو البيت اصلا مشحون وفيه خلافات بين الزوجين حتى لو ما كانش يباين ان هما بيتخنقوا بصوت عالي قدام الولاد ولكن طول الوقت هما الجو مشحون فيه مشاكل اسرية فيه مشاكل مرضية في العيلة فيه اي مشكلة عاملة ضغط عصبي على البيت كله فالحلقة الضعيفة هي اللي بتتكسر وبتتأثر زي الطفل الصغير النقطة اللي بعد كده ممكن انه هو يبقى فيه لفت انتباه فهو بيبقى عصبي وعينة دي عشان يلفت الانتباه لان الاب والام مجغولين ممكن يبقى مجغولين بشغلهم ممكن يبقوا مجغولين مع طفل تاني في البيت مريض فبيبقى يعني اصر كتير بتتجهل تماما الطفل السليم ويبقى كل تركزها مع الطفل المريض وتدي له كل انتباهها ففي الحالة دي هو او طفل جديد خلفه عيل جديد فهتموا به وتوجهوا ليه كلهم فتحول الولد لانه بقى عايز يبقى يجذب الانتباه بصورة جذب انتباه اهتمام سالبي اوه وانا مش بيسمع الكلام عشان ياخد الانتباه ويستقف ولو لكن هايطلع عينيهم ويزهقهم عشان يهتموا به ويبصوا عليه ويلفت انتباههم اكنك بتقول يا دكتورة ان هذا ان السبب كله بطريقة او باخرى بيرجع للاباء لا طبعا فيه اسباب تانية كتير فيه اسباب تانية فيه اسباب مرضية زي فيه مرض اسمه الطراب العناد الشارد فالطفل هنا في المرض ده هو عيندي بس الطراب العناد الشارد هو في المرض ده الو دي ده الطفل مريض بالعناد طب وين فرق بينه وبين ال اي دي اتش دي وفرط الحركة ونقص الانتباه يعني في العناد ده اطراب العناد الشارد هو عيندي بس احنا مشكلتنا انه بيسمعش القواعد ولا القوانين وعيندي واندفاعي بيحاول يكسر كل القواعد اللي بتتحطله وبيحصل ده في موقفين او اكتر ففي البيت والمدرسة مثلا وهكذا ممكن يبقى في اكثر من موقف لكن بقى فرط الحركة ونقص الانتباه ده الطفل هنا بيعاني من حاجة من ثلاثة ممكن يبقى فرط حركة بس فنشاطه كتير قوي هو مش عارف يعود وكأنه بيتحرك بالمطور فهون بسمعش الكلام عشان هو مندفع قوي وبيتحرك مش عشان هو مش عايز يسمعي الكلام ولكن هو مش قادر يسيطر على اندفاعيته او ان هو يكون عنده نقص انتباه بس فيبقى انتباهه قليل ومش عارف يطول كده مدة الانتباه معانا فالقوم لو بتكلمه وبتشرح له حاجة او بتديله اوامر او حاجة هو فقد الاهتمام بعد اول كام ثانية وبالتالي هو مش هيستجيب او مش هتلاقي النتيجة اللي هي عايزها لانه ما بقاش منتبه اصلا مش عشان هو عايز يعني او انه يكون بقى عنده الاتنين عنده فرط الحركة ونقص الانتباه الاتنين موجودين في الطفل اتعامل معه ازاي بقى معاني بقى فيهم كلهم احنا لازم نحدد السبب علشان يتجنعي اه يعني الثلاث الصفات او الثلاث الشخصيات اللي حديك حكيتي عنهم اتعامل معهم ازاي كام في البيت لان ضغوط الحياة علي صعبة مش قادرة استوعب انه عنده مشكلة خلي بقى حديك انا فيه امات كتير متبقى ما عندهش استعاب ان ابني ده بيعاني من مشكلة انا شايفة ان ابني تعبني لكن ايه هو بقى هو مشكلة بيعاني منها انا محتاجة حل مش بشوف ده بالضبط وده جزء مهم جدا ان احنا نبصله على ان هي بتبص على حتة بتاعتها انه بسمعش كلامي انا انا عايز اخلص انا مش عايز اصدقها مش بسط على الصورة الكاملة ان ده حصل في حياته كلها وده ازيه هو كبني انا فاولا نعالج السبب لو كان سبب مرضي نعالجه لو كان سبب مشكلتنا احنا في البيئة نزبطها نديله اهتمام مهم ان انا عبر عن حبي لان الاهالي بيقابلوا العند بعند مضعف وبيقابلوا العصبية بعصبية زيادة وسيطرة زيادة ولكن احنا محتاجين ان احنا نتفهم ان هو محتاج نهديله جهازه العصب شوية فانا محتاج ان انا اعود وقول له اهدى انا مش هسمع عجل لما تهدى انا مستنياك لما تهدى وديله مساحة لغاية ما يهدى ما ادلوش بقى الانتباه والاهتمام طول ما هو عصبي فاحنا محتاجين يديله الانتباه طول الوقت في الأوقات اللي هو كويس فيها فلما يبقى هادي لما يسمع الكلام أطبطب عليه وعبر عن حبي لأن احنا الأمهات اللي معها أطفال عصبية هي غالبا أو نادية هي طول اليوم عملت رعا بس ففي الأوقات اللي هو كويس فيها طب ما هو كويس مدد طبيعي أنه يبقى كويس ولكن احنا محتاجين ندعم بقى هنا السلوك الإيجابي ونعززه ونشكره على أنه هو كويس وأطبطب عليه لما يعمل حاجة كويسة وعبر عن حبي طول الوقت عشان أهديه شوية أقل جدا استعمال الموبايلات والألعاب العنيفة والحاجات اللي بتزيله عصبية واستثارة زيادة والفيديوهات اللي بيبقى فيها سلوكيات مش ظريفة وهو بتعلمها بسهولة وبيلقطها فيبتدي يقلدها ونلاقي السلوكيات دي بتحصل في البيت كمان الفيديوهات القصيرة بالتوسير الجهاز العصب اللي هي دقيقة والريلز والحاجات دي بتحفز الجهاز العصب وتخليه متوتر ومشدود معظم الوقت بلحقش يركز في حاجة فهو بالضبط ما بلحقش يركز في حاجة فعلا كلما كان بساعده ان يمارس رياضة وانه هو ينفس عن انفعالاته ان احنا يبقى بيننا حوار ونتكلم واتفهم كلامه وان انا اديله مساحة يعبر عن مشاعره واصدق على مشاعره ده مهم جدا مش اقوله ايه ده الموضوع ما يستقلش اللي انت عامله ده كله ولكن انا مقدر مشاعرك ولكن احنا ممكن نعبر عنها بطريقة تانية طب فيه اختيارات تانية ممكن نعاملها لما يبقى عنيد في اللي عايز حاجة معينة احنا ممكن نسمح باننا دي له اختيارين تلاتة يختار ما بينهم بلاش نبقى فرضين السيطرة جامد عشان ما نكسرش الطفل ونكسر شخصيته حقيقة كلمتي على نقطة مهمة جدا علاقة التكنولوجيا والسوشيال ميديا بدرجة عناد الاطفال طبعا عايز اسأل حالك حاجة تانية درجة او اهمية انواع معينة من الاكل على سلوك الاطفال وخاصة الاطفال اللي بتعاني من هذه او نوعية دي من الاضطرابات في بعض انواع الاكل يعني احنا لو قلنا ان الطفل دخل فيه ولاد ما بتاكلش طول اليوم اكل متوازن والاكل بيكبروا بمخهم او بيتجاهلوا او بينسوا مداما قلش النجاعين لو حصل نقص السكر في جسمه فنقص السكر اصلا معنا احنا كوكوبار بيعمل حالة من الاجتاشن او التوتر الزيادة فممكن يبقى هو نقص السكر ان بيكلش على فترات منتظمة بصورة مستمرة طول اليوم ده اللي يعمل التوتر ويبقى متوتر بزيادة طبعا الولاد اللي عندها فرط حركة بتهايبر زيادة جدا بالسكر والحاجات اللي بتهسير الجهاز العصبي كده وتحفزه فلاقيم صح صح زيادة ونشاطه زيادة والحماسة زيادة فما اكلوش سكر اقل طبعا السكر المواد الحفظة اللي في الاكل هتأثر جدا خصوصا بالليل يعني والمواد الحفظة اللي في الاكل والعصير والحاجات دي بتزود النشاط وبتزود العند وبتزود الاندفاعية اكتر طيب اكيد مش الام بس اللي ليها دور يعني اكيد لازم يكون فيه تنصيق ما بين الام والمدرسة بين المجتمع المحيط تقدر ده تعمل ازاي بالانس ده تعمله ازاي خصوصا بالساعد بيكون الام والاب كل واحد بيدي الوردر بطريقة مختلفة عكس التاني خالص فازاي يكون فيه تنصيق ما بين كل الاسرة والمدرسة كمان علشان اساعد الابن ده يعدي من مرحلة دي اول نقطة لازم بقى فيه تنصيق بالاب والام اساسا جوال بيت ما يبقوش بيخباط في بعض طول الوقت ودي حاجة مهمة جدا ولو بقى الاسرة ممتدة واحنا اللي بيربي معنا كمان الجد والجد لازم كلنا ودول اكتر ولاد على فكرة بيبقوا اعناضيين كمان الاسرة بتنفصل دلوقتي والطلاع كتير فنلاقي ان الام عايشة مع الجد والجد بالولد فهم كله بيربي وكله بيشارك فده مش مسموح ابدا المفروض ان احنا كل ما كان فيه سلطة محددة المدارس تشارك معنا لو يلاحظوا غلطات في الطفل والحضانات لما تلاحظ مشاكل عند الطفل تتواصل مع الاب والام ويتبلغهم بالحاجات دي بقى فيه تنصيق ما بينهم على نظام المكافئات نظام تعديل السلوك اللي هيتعامل وازاي ندنجو في الانشطة بهدوء وازاي نحاول يعني نعلمه ان نحترم النظام ويلتزم به انت ذكرت نقطة مهمة جدا وخلافية صراحي يا دكتورة فيما لوصلة به اشتراك الجد والجدة فيئة التربية كنا منتكلم على التربية الحديثة مقابل للتربية اللي هي التقليدية اللي احنا تربنا عليها وكان يقال لكات بالنظرة ده حقيقا لكات بالنظرة وكانت بالبصة وكانت والدي الله يرحمه كانت معروفة جدا لما يبص من تحت النظرة كده انا عملت كرسة فكان يقال يعني ان لما بيشارك اكثر من الاب والام يعني جد او الجد او العم او الخال في موضوع التربية نظرا لان زمان كان الناس كان عايشين في بيت عيلة فده كان بيسهل من التربية وكمان بيبقى الجيل طالع اكثر يعني محافظة ايه رأيك في الموضوع ده؟ هو العصر تغير للأسف فزمان كان بيت عيلة بس مفيش حاجات خارجية بتتدخل يعني كانش في انترنت اللي هو فاتحك على العالم كله فهو طفل صغير بيشوف على التلفزيون او على الموبايل اللي في ايده او على التابلت او آن كان الوسيلة اللي معاه موبايل مامتو هو بيشوف العالم كله طول الوقت فيديوهات مش معظور سنها كام ومش محدد السن اللي بتعرض له وبتعرض لحاجات طول الوقت من كل حتة في العالم بكل الثقافات والحاجات دي فحنا عشان كده احنا محتاجين نقل البقى اللي بتدخله شوية لان كمان بقى جدة وجدة والعم والعمة والخال وبقية الاسرة الممتدة دي عندهم افكار مختلفة فممكن تلاقي حضرتك واخوك كل واحد بربيع له بطريقة غير الثانية خالص والافكار غير الثانية خالص مش زي زمان وسائل المعلومات محددة وسائل التواصل بيننا محددة واحنا كلنا على السيستم واحد يعني جيلي التمارينات كله نفس السن داوتشات كان وكله بيشوف الأولى والثانية والثالثة كله نفس الوضع لكن دلوقتي طبعا ما تقدرش تلاقي اتنين في البيت بتفرغوا على نفس المسلسل أصلا صحيح هل فيه علاجات أدوية لان في بعض الأمات بتلجأ للأدوية انا بشوف ان دا بيبقى مش خطرة على صحة الأولاد من سن صغيرة لكن اكيد لما بيتوصف للطفل بتبقى هي ضرورية ليه رأي حديك مع الأدوية ولا ضد الأدوية ماينفعش نقول ضد في المطلق او معه في المطلق ولكن هو الأدوية في أولئات كتير بتكون مناسبة جدا خصوصا لو كان الطفل عنده زي ما قلنا الطرابل عنادي الشارن زي ما قلنا فرط الحركة ونقص الانتباه بعض الأولاد بيبقى عنده نقص بسيط في الزكاء الأم ما تلاحظوش ولكن تلاقي عنده كتير وتبقى مش فاهمة هو بيعاند ليه لأنها شايفة هو مخه ما بيسجلش المعلومة اللي هي قلتها وما بيحسبش عواقب الأمور فهيعمل الغلطة مرة واثنين فيباني النوعينة دي ولكن هو أصلا عنده مشكلة في الزكاء هي مشاط القطة فبالتالي طبعا لو كده إحنا محتاجين ناخد دواء الدواء في سن الصغير الأدوية دي مسموح بيها من منظمة الدواء العالمية لأنها تستعمل في هذه السن وبجرعات صغيرة وآمنة طبعا على الأطفال دكتورة ذكرتي نوعين من أنواع الاضطرابات اضطراب فرط العناد الشارد واضطراب فرط الحرجة هل في أنواع أخرى من الاضطرابات المشهورة لدى الأطفال وأبرز نتعرف عليها إزاي؟ اضطرابات عموما ولا لها علاقة بالعناد العصبية؟ بالأطفال عموما طبعا في كل الاضطرابات النفسية ممكن تحصل في الأطفال اللي نحن نتكلم فيها دي اضطرابات تطورية أنها بتحصل خلال تطوره في اضطراب المسلك أو السلوك اللي هو أنه يجدب كتير ويسرق كتير نلاقي أنه ما بقاش ليه مسكة زي ما بنقول ما بيعملش بيتزوغ من المدرسة بيقصر كل القوانين من غير سبب ده كده اضطراب السلوك اللي بيبقى في بعض الأطفال كل دي اضطرابات تطورية فيه كمان نقص الزكاء وده من أشهر الاضطرابات أنه يبقى فيه تأخر زكائي والأهالي مش لقطينها ولا عارفينها لأنه هو ماشي في المدرسة لغاية التالتة بتدائي وعادي خلاص مش مشكلة وساعات بعضهم يشوف أنه والوقت زكي جدا ده بيحور على حاجاته بتاعه ولكن احنا مش كل أنواع الزكاء بتبقى متأثرة ولكن غالباً الزكاء الأكاديمي هيبقى متأثرة الزكاء حساب الأمور وحساب العواقب والحاجات دي متأثرة ولكن مستوى زكاءه بيبقى أقل من العادي فهي هتلاقى تدهور دراسي في جميع المواد مثلا فيه بعض الاضطرابات زي التوحد طبعاً الأشهر إنه هو نلاقي التواصل بتاع الطفل مش كويس استعماله للألفاظ والضماير مش مظبوط اندماجه في المجموعات واللعبة مع الولاد مش زي أقرانه اللي احنا بنشوفهم قدامنا دي كلها بعض الاضطرابات التطوري فيه بعض اضطرابات تانية يعني ممكن يجي اكتئب في الأطفال وممكن يجي توطر وقلق وممكن اللي هو سيلكتف ميوتزم أو البكام الاختياري إنه هو يختار إنه يسكت فنلاقيه في المدرسة أخرص خالص ما يفتحش بقه لكن في البيت بيتكلم مع مامته وإخواته في أماكن معينة ما يفتحش بقه كأنه أخرص خالص ولكن في أوقات معينة هو بيتكلم اللي هو كمان separation anxiety أو قلق الانفصال وده بيحصل في أولاد كتير لما تبقى الأم اختفت مرة واحدة من حياته سواء بقى أخناقات سواء بقى بتعمل عملية سافرت أي أن كان الظروف للتعامل مع الأطفال محتاجيني أنهنا كأباء ومات تكون صحتنا النفسية في الأساس سليمة أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتين النهاردة الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر شكرا شكرا جزيلا دكتورة